مرحبا حباي ويفيكم برج التور. اهلا وسهلاتيكم بالفيديو. الطاقة المسيطرة على تفكيره لهالشهر لبرج التور. اذا الطاقة المسيطرة لبرج التور. رح تكون طاقة حب. رح يكون برج التور حابب انه يحب وينحب وبشكل عام يعني مشاعر الحب مش بس شخص وشخصة يعني مش بس واحد ووحدة بيحبه بعض. لا ممكن الحب بين الاصدقاء رح يحاول ينشر الحب او يعني لا اراديا بيشعر بهاي الطاقة عم تدفق في حياته في هذا الشهر. كمان رح يكون في نوع من البذخ نوع من رح تصرف كتير يا برج التور بارادتك مش غصبا عنك. مش اشياء مسلا قانونية او او قروض او شغلات انت بتصرف عليها. ولكن شايفيت لك هون انك عم بتعيش حياة اه ترف عم تعمل شغلات يعني او تشتري شغلات اعلى من دخلك او اعلى من مستواك المادي انت اه وقد يكون معناها انه فعلا رح تتوفق بالمادة وتكون فيه بالموضوع يكون فيه اه فلوس بكثرة في يعني فيه اه حبايب برج التور كوي صعب اه ما ما رح احكي لك انه انت انطعنت من اشخاص او كزا انت كنت فيه طاقة اه اللي هو عدم الامان ما كنت تشعر ابدا بالامان من ناحية الاشخاص وان كانوا اشخاص كويسين او مناح او كزا انت فقدت نوعا ما فقدت الامل في انك تلاقي الشخص الصادق او الاشخاص الصادقين ما بحكي بس عن العاطفة انا بحكي هون بالعموم ولكن انا شايفيتك في نهاية هاي المرحلة خلصت خلصت شطبت كل الاشروحات فيعني شايفة انه اه خلصت هاي المرحلة ورح تبلش المرحلة التانية المرحلة الجديدة اه رح تكون فيها روحانيات اكتر يا برج التور اه قبل فترة او الفترة الماضية شوية ناسيت الجانب الروحاني اه الامور المادية او مش المادية يعني ضروري يكون فلوس لا يعني كل ما هو محسوس اه ملموس مش اه معنوي اه كنت مهتم كتير في هاي الامور وشوي متناسي روحانياتك مع انك من الاشخاص اللي يعني اه لما تكون روحاني بتدخل للعمق يعني بتحب الناس البرج التور بيحبوا الملاورايات بيحبوا بيحبوا ما خلف يعني ما خلف الاشي مش الامور السطحية بيحبوا العمق في الامور اه بيحبوا يعرفوا حقاق الامور يعني مش عارف شو كيف بحكوها بس اه في هذا الشهر رح تزيد كتير عندك هاي الطاقة رح يكون اه شخص في سبب سعادتك او رح يكون اه رح يجيب لك خبر حلو رح يكون اه مصدر سعادة لك رح يكون برجه اه على الاغلب اما مائي او ترابي وممكن يكون قوس ممكن يكون ممكن يكون قوس هذا الشخص اه هذا على الاغلب بالنسبة لها الطاقات اه كلها الموجودة بشكل عام لانت اه هي هوائية اه عنا الحمل برج اكتر اشي الابراج اللي قلنا هوائية يعني بامتياز اه نارية في مائية وفي ترابية لكن اه الاكتر اه هوائية ونارية قلنا في اه في قوس في الموضوع او اسد اه هذا الشخص اللي حيفرحك احتمال يكون قوس او اه اسد او من الابراج اللي قلناها اه حبيبي التر في في اكتر من شخص انت على خلاف معهم على امور تافها على امور اه سخيفة جدا اه هدول الاشخاص يعني ممكن تكون امرأة هوائية او نارية هاي الامرأة ممكن تكون من ضمنهم او هي محراك الشر خلينا نقول هي اللي بتحرك الشر في الموضوع اه رح تخف سلطتها او رح تنتهي اه او رح تخسر الموضوع كله اللي هي عم تحارب عشانه وهذا رح يولد لك اه انتصار كبير بالعمل يا برج التور بس اه مش انتصار اللي هو سريع جدا لا رح يكون على مراحل هذا الانتصار فانا بحكي لك اه يعني يا برج التور اصطي يعني ازا خربطت اه في احيانا بالابراج يعني اقرأوا تحت البرج ايش بيكون هو اللي انا بكون نويت عليه وبيكون اصطي اه لانه معشر برج في يعني بسهل واحد بنسى بس بيكون ناوي على برج معين انا هون ناوي على التور فكل برج اه يعني بنزله لحاله وبكون ناوية عليه اه في الورق فيعني ما تخافوا من هاي ناحية حتى لو الواحد لخبط بلسانه بين الابين برج والتاني اه بكون بسبب اه تركيزي بالورق بسبب اه تركيزي مش بس بالورق اه في ابراج في طاقات اه في اه ارقام اه في يعني في كتير شغلات اه يعني ممكن انه اه تلفت نظر لواحد او يكون عم بيفكر فيها طول الوقت بذلك بيخربط بين مثلا بدل ما يقول برج التور بيقول الحمل كذا احيانا بس المرجع نهائي هو تحت الفيديو شو مكتوب فهذا للتور اكيد اه هاي المرأة اللي قلنا عنها هوائية او نارية رح اه تنتهي وممكن يكون على فكرة كمان رجل لكن اه على الاكتر امرأة هاي الامرأة رح اه تنتهي سلطتها وانت رح تفوز عليها بنفس السلاح او نفس اه خلينا نقول هي رح تاخد اه جزائها من جنس العمل اللي عملته رح يلف ويدور عليها فهذا نوع من الكارما انت رح يرجع لك حق من ورا اه هذا الموضوع او بشكل عام رح يرجع لك اه حق حبيب التور معلق حالك بشخص قديم بشخص اه شوي عنيد شوي اه ما عم يعطيك حقك في العاطفة انا عم بحكي ما عم يعطيك حقك متعلق في لدرجة المرض فما بحكي لك انه هذا الشخص بيستهل بيستحق او ما بيستحق هاي مش قراءة عاطفية بحتة ولكن اه بيان عندي هذا اه الموضوع هذا الشخص مش ناسيك هذا الشخص اه تحت تأثير ممكن يكون اه طاقات اه سلبية من طرف اه تالت او اطراف اه اخرى عم تدخل في الموضوع اه شايفة انه هو مظلوم وانت مظلوم يعني مش انه زي ما انت مفكر اه مبين فيه بعقلك الباطن امور اه اتكدست او تراكمت ضد الشريك او ضد الطرف التاني اه ولكن انت مخطئ في هذا الموضوع اللي مبين عندي انه اه الطرفين انتو اخطأتوا في بعض ولكن موضوع التعلق موضوع تاني يعني انك اه اوكي حبه اعمل اللي بدك اياه ولكن ما تتعلق في الاشياء زيادة عن اللازم كل اشي بزيد عن حده بقلب ضده وهذا كمان بينطبق على العلاقات العاطفية اذا تعلقت بالشخص زيادة عن اللازم فانت عم تفقده انت عم بالمستقبل عم تحكي للكون انا ما بديه فا يعني برج التور من بعد ما كان في هاي الطاقة خلينا نقول الاربع اشهر ماضيين كان في هاي الطاقة تقريبا طبعا انا ما بحكي بشكل يعني محدد تقريبا اربعة تشهر تارت تشهر كنت في تعلق اه شديد في هذا الموضوع اه وبتحاول انك تستشفي من هذا الموضوع لكن انا شايفتك لحد الان ما عم تقدر تستشفي اه وعم تتذكر بقوة الطرف الاخر. عم بيكون الطرف التاني متمسك فيك وانت متمسك فيه. انتو التنين بتحبوا بعض بطريقة خرافية بطريقة بطريقة اه ولكن غريبين. انا ما بقول على شريك برج التور بس هو الغريب. انت غريب وعلاقتكم غريبة. علاقتكم مش اه مأسسة على اساسات صح. في امور كتير غامضة في امور كتير تركتوها هيك للقدر وكان لازم انه تتفقوا عليها من الاول. عم بشوف فيه الاخباطات عم بتسير كتير بسبب اه امور انتو تركتوها. عم بشوف برج التور بلش اوريدي بلش اوريدي يعني فيه موضوع اه عمل اه جديد او فرصة عمل جديدة ممكن حتى لو ما تكون لحد الان تبلورت ولكن اللي نبين عندي انه اوريدي صارت يعني صار فيه فرصة اه عمل جديدة او نوع جديد من العمل اه برج التور اه صح روتيني اه ولكن همه همه خلينا نقول الاول اه اللي هو العمل والمال والكزا فعم بشوفك متمكن عم بشوفك متمكن اه كتير وسعيد جدا من الناحية العملية عم بتحقق كتير اهداف اه ولو انها بطيئة ولو انها مجزئة يعني عبارة عن اجزاء ولكن انت ماشي في 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 المسار الصحيح شايفتك اه قبل فترة بعدت عن شخص او اخدت قرار اه بانك تختار شغلة وتترك شغلة تختار شخص وتترك شخص ولكن انت لحد الان عم بتفكر وعم بتلف الفكرة في راسك كتير ما عم تقرف ما عم تقدر تعرف انه هاد القرار اللي اخدته صحيح او غير صحيح فعم بشوفك شوي متخبط هاي هاي الشهر يا برج التور عم تتذكر القديم وبرضو القديم عم براقبك وبتذكرك عم بشوف واحد من الطرفين عم ببلش اه بانه ما يصلح الامور وشايفيتكم انتو التنين بتحبوا بعض بطريقة كتير حلوة ولكن غريبة مبنية على شوية اسس اه مش صح او مش اه مش متفقين على واحد اتنين تلات لا تتركينها لل اه للوقت لذلك اي اه اي مشروع طلاق او ارتباط هو مؤجل في فكرة طلاق عند برج التور في فكرة انفصال او في فكرة اه زواج ارتباط من شخص اه ولكنه مؤجل هذا الشهر ما رح تقدر تاخد هذا القرار او لو كنت بدك تاخد هيك قرار اه تبعد عن القرارات المصيرية يعني خلينا نقول مش للقرارات العادية او المارسات اليومية اه القرارات المصيرية اللي فيها رجوع اللي فيها يعني طلاق او زواج اه رجوع ممكن عادي جدا وارد انا شايفة فيه اه للناس المتبعدين اه رجوع ولكن اه بالنسبة للقرارات المصيرية زواج طلاق لا نأجل ممكن بعد هيك اه شايفيتك اه حبيبي برج الدور من بعد صدق من الاصدقاء من بعد اه خضلان من اه واحد من الاصدقاء او اكتر عم بتكون انت المنتصر وعم بتكون انت اه اللي خلينا نقول اللي اللي في القمة وهو رح ينزل لتحت فانا شايفة قدامك نصر حلو نصر ممتاز في العمل وهذا اللي بهمك اكتر شي اه عم بشوف ممكن احتمال انه يكون في اه حمل مش لنساء برج الدور لنساء رجال برج الدور اكتر ممكن يكون عند الجهتين بس اكتر حمل عند الرجل انه رجل برج الدور مرته يكون عندها حمل عم بشوفك اه يا انت يا حدا قريب منك طالع من اه عملية يمكن اه او وجع بالظهر يمكن بالا اه اقدام او بالظهر اكتر اه ولكن هذا الموضوع عم بتم على خير وعم بصير فيه استشفاء هذا بشكل عام بالنسبة للعزاب من برج الدور رافضين لهم فترة او ما بيعطوا ابدا مجال للجنس الاخر انه يدخلوا في اه علاقة ولكن انا نشايفه بنهايتي شخص خلينا نقول مش علاقة عاطفية ولكن مثل زواج تقليدي رجل رح يتقدم لبنات برج التور ما دخل الشباب الشباب خليهم على جنب الشباب ممكن يتقدموا لبنة الشاب برج التور ممكن يتقدم لبنة العازب اللي ما عنده علاقات او انه حدا منفصل عنه اعزب تماما او مطلق او ارمال يعني هدول الثلاث يعتبروا عزاب فممكن ان يكون في فكرة زواج ولكن بدون علاقة يعني ما في علاقة عاطفية زواج تقليدي ممكن انها تكون بهذا الشهر هاي الفرصة خلينا نشوف اللي عم بيفكروا وعم بشوف على فكرة للناس حتى اللي مش مش منتبه انت يا برج التور في شخص من برج مائي اظن او هوائي اه هذا الشخص عم بيراقبك اه من بعيد هذا الشخص اه معجب وعم بيدرس اه الامور عم بيدرسك من بعيد لبعيد بالنسبة للي عندهم اه شريك واضح او ضامرين على اه شريك الان عنده مشاكل كتير عنده اه استدام في العمل عنده مشكلة اه في العمل ممكن اه عم تصادفه بهذا الوقت وعم بيكون خسران فيها عم بشوفه شوي شوي عم يرجع لوعيه اه عم يعمل استشفاء عم اه بتكون روحانياته احسن عم بتواصل معاك روحانيا حتى لو كان اه بعيد عنك اه عم بيفكر فيك وبيحلم فيك هذا الشخص خلينا نشوف بشكل عام اه الا الا الاوراكلز ازان برج التور هل في تحذير? اه عم بيحذر اكتر اشي مش اه كل برج التور عم بيحذر الناس اللي عندهم دراسة او انتحانات اه الناس اللي عم بيدرسوا من برج التور عم بيحذرهم انو الحظ مش معاهم. كل الموضوع رح يكون النتيجة حسب تعبك انت وجهدك انت ويمكن اقل شوي. يعني اه حاول على قد ما تقدر انه اه تركز في الموضوع لانه ما رح يكون الحظ معك رح يعتمد فقط على جهودك. هذا التحذير اذا اه ايجا مش لكل برج التور للي عم يدرسه. اه اه بشبه شوي وضعه او بشبه حياته. و اه ما ننسى انه الانسان يعني من فصيلة من اي فصيلة كل الهاتنا بنعرف. بيقولك انه التجارب اللي انت اه بريزنت لي هلأ اه عم بتخوضها. التجارب مهما كانت سلبية اللي عم بتخوضها الان هي بتخدم اه موضوعك او هدفك اه او اه يعني الامور اللي عم بتعيشها هلأ اللي عم بنشوفها التغييرات اللي عم بتصير ببرج التور هاي الاشهر هاي الفترة اه عم بتكون بتصب بمصلحتك متل ما انا قلتلك بالشهر الماضي وانت اه فقط استقبلها ب بصدر رحب وما تتوتر كتير لانه برج التور بتوتر شوي لما يلاقي انه في اه مفاجآت او تغييرات اه من حوله فلأ عم بيطمك الورق وبيقولك انه يعني شفت الافعة كيف عم بتكون اه بتلفلف حوالين الشغلات وكزا بيقولك انت اكون متل هيك يعني اه اخلق من من العثرة اخلق من العثرة شيء اه مفيد اليك خلي الامور تنعكز ل اه لصالحك احيانا بنكون بظروف كتير سلبية اه ولكن بحركة الصغيرة الزكية بشوي اه نحرك مخنا شوي اه بتنقلب كل الامور لصالحنا احنا اه بيقولك روح لروحك الحقيقية رح تطلع من الظلام انت في ظلام او في اه ظلمة من من حولك عم بتحس بالتخبط قلنا بعدها من الامان كنت عم بتحس اه بيقولك السعادة او النورانية او النور اه من داخلك فانت ارجع اه لنفسك اه الضوء او الانارة او يعني هذا الموضوع بيكون داخلك انت لا تبحث عليه في الخارج ولكن هو في الداخل هون بحكي لنا لبرج التور انه بيكفي اه تحمل حالك مسؤوليات وتفكر بطريقة انك انت كبير بالسن او اه اتفكر بطريقة يعني برج التور دائما مكبر حاله وعم بيفكر بطريقة اكبر من عمره فهون عم بيقول لك عيش حياتك عيش سنك انت اه ما تتنكد على حالك اه بسبب اه امور انا ما بقول انه برج التور يعني نكد او كزا لأ بس هو شوي بيكبر الامور هاي الفترة اه عم بيضخم الامور فبيقول لك لأ يعني عيش اه حياتك عيش سنك اه اليوم اللي اشتركوا في القناة